اشتركوا في القناة ممكن حد فينا يعمل رجيم ويمشي عليه فترة ومقدرش يكمله في الحالة دي بيكون فيه ممكن يعني أي تصرفات خطأ من المريض فبالتالي الرجيم مش بينجح ما بيكملش فعلا زي ما كان مفروض فيه كمان مننا ناس بيعملوا رجيم وبيخسوا بيوصلوا للوزن المثالي اللي هم عايزينه ولكن بعد كده بيرجعوا تاني يزيدوا الوزن اللي نزلوه ويرجعوا من أول وجده تبقى حلقة مفرغة نفضل نعمل في رجيم ونخس وندخل ونرجع نعمل في رجيم فبتبقى الحكاية بالفعل يعني مؤلمة والشخص ده يمكن بقاش عارف الخطأ فين المشكلة فين خلينا نشوف مع بعض ومع دكتور محمد أبو الغيت ايه الموضوع وازاي بالفعل ممكن نعمل رجيم وتستمر النتيجته ونحافظ كمان على النتائج اللي حدثت لنا بعد اتمام الرجيم مساء الخير دكتور محمد أبو الغيت أستاذ بالأسر العيني والسكرتير العام لجمعية دراسة السمنة أهلا بك يا دعوة أهلا بك يا دعوة أهلا بحضرتك يعني دكتور محمد خلينا في الأول نقول أهم أسباب فشل الرجيم في أثناء من عمل الرجيم قبل ما نتكلم على انتهاء بقى الرجيم كمان هو احنا طبعا فيه أسباب تبقى لا علاقة بالمريض نفسه فيه أسباب لا علاقة بالطبيب المعالج فيه أسباب لا علاقة بالحكومة والإعلام والبلد وفيه زي السياسة يعني زي السياسة مسئولية برضو مشتركة وتضامنية والكلام ده كل طبعا فأنا عايز أقول أنه لو أسمنا هذه الأسباب لأنه التخصيص دي عملية بيدخل فيها ناس كتير قوي يعني أنا زوج بعمل الرجيم لازم زوجتي تساعدني فنظل إن فيه ناس معانا في الرجيم فهي طبعا إحنا لازم أقول أنه الحل الأمثل لعلاج السمنة ما وصلهش الطب لسه إحنا لسه مش راضيين عن طرق العلاج بتاعتنا لمرض السمنة ولذلك صنفت المنظمة الصحة العالمية مرض السمنة أنه مرض يرجع تاني يعني له ناكسات ويرجع بصورة أقوى بعد ما نعلقه له مشكلة يعني مش مجرد أنه هو مرض مزمن لأ ده كمان بيبقى له ريلابس أو اللي هو انتكاسة بالصبع فإحنا في أثناء العلاج لازم مع الجلسة الأولى يبقى المريض عارف هو هيعمل إيه وهو مطلوب منه إيه وهو جاي إيه ده دور الطبيب أنه هو يعرف المريض هو المريض بيجي دايما يقول إيه بيجي يقول أنا عايز أخس بسرعة وخلص وخلاص نقول له طيب إحنا ده فعلا ده فعلا ده فعلا ده مشكلة أنه أنا بقول للمريض حاضر إن شاء الله حنخس بس قبل أن نتكلم في الخسسان أنا لازم أتكلم معك فهنعمل إيه بعد الخسسان إن ما كناش هنعمل التثبيت اللي هو أن ما كنتش حراعي طول عمري بكل إيه فمفيش ده أتعبك دلوقت الرد بيكون إيه ريهم بيكون بس خسسني وبعدين نشوف يا شوفي إحنا وانا هعيش طول عمري يعمل رجيم ولا إيه؟ بالضبط كده أنا بقول للناس أنا بقول للناس خدوا بالكو إن إحنا ده كتر التخسيص ده كتر وحشين زمتنا وحش لأننا بنديكم رجيم ما بيخسس لأنك بتعمل الرجيم وبتخس بتسيب الرجيم بتتخن تاني لأن كل اللي في دماغك إنك عايز تخس أنا عايز أغير هذه الكلمة أنا عايز أقول إن أنا عايز أعيش رفيع أو بلاش رفيع أعيش في وزن يرضيني أو في وزن معقول ما أقولش إن عايز أبقى وزني كذا لأن دي فكرة قاصرة في علاج السمنة فيبقى إحنا نمر واحد بجد أنا ما بشرحش للناس رجيم إلا بعد ما شرح لهم هنعمل إيه بعد الرجيم اللي هو نظام التثبيت اللي هو أن أنا حاعد طول عمري باكل شوكولاتة بحساب أو باكل الأكل اللي بحبه بحساب حك له آه لكن أنت كمريض بتسمح لي أن أنا أحرمك منه تماما في وقت الرجيم مطردة وتقول لو الدكتور أكلني ظلط حوافق بس يخسسني وبعين بنيجي بعد كده لما دخله لك يوم أو يوم لا بتقول لا عايزه كل يوم لازم قناعة تتغير عند المريض يقول ده نمر واحد لازم الفكرة لأنه المريض هو نمر واحد في علاج السمنة أنا ممكن أخس الوحدي يعني أنا مش كدكتور قضي أنا كمريض ممكن أخس الوحدي لو أنا قللت أكل وزودت حركتي ما كل الناس عارف العجاد إنما هي الفكرة أنهنا بنلجأ للطبيب عشان ناخد الرأي الطبي المزبوط بعد دراسات وأبحاث كتير فإحنا نمر واحد الفهم لازم أفهم المريض دوره إيه في عملية التخصيص لما بيبقى مثلا أب وأم جايبين لإبنهم بقول لهم لو سمحتوا اسكتوا من فضلكم أنا حسأل سؤال دايما الأب والأم من حبهم لأولادهم ما بيستنوش إن أنا سأل السؤال لا هم بيجاوبوا له فبقول لهم لو سمحتوا عايز كنت ما تتكلموش وبيبقى الأب والأمهم العادين قدامي وإبنهم اللي جاي قسوا العادين طلعوا بره يا دكتور والله ده مكتوف الكتب مش كلان إنه صح لازم نخلي الأدولاسنت اللي هو المراهق هو اللي يتكلم عن نفسه أقول له أنت يا ابني عايز تخس ولا أنت مش عايز لأنه لو أنا دكتور شاطر ولو باباك نفسه يخسسك ولو مامتك نفسه أنك تخس وتعمل لك أكل رجيم وباباك يتفع لك أنت مش هتخس اللي هيخس هو أنت فلازم أنت عارف دورك إيه دور المريض إيه دور المريض إنه هو يكون ناوي يتغير لأنه موضوع مش موضوع إن أنا أعمل رجيم مش موضوع إن أنا أسمع الكلام موضوع موضوع إن أنا أفهم النظام ماشي إزاي ويتحول الرجيم مع الوقت ومع الجلسات الإسبوعية اللي بنعملها من ورقة مكتوبة إلى فكرة في دماغ المريض إن لم يستوعب هذه المعلومة وأنه هو لازم في الآخر يبقى دكتور التخصيص بتاع نفسه ما فيش فايد يبقى أنا بتحك عليه وبتعبه على الفضل يبقى أنا بشرح المريض إنه هيعمل رجيم ولازم يعمل بعده التثبيت أنا كطبيب بقى دوري إيه؟ دوري إن أنا أدي له أحدث معلومات أدي له أحسن رعاية من الناس المتخدمين